سيد شكدالي ماذا نفهم من الصداقة الافتراضية ما هي تمثلتنا للصداقة الافتراضية وكما قلت الدكتور حدية يعني كنا نعلم جيدا أننا نختار الصديق قبل الرفيق وهذه مأثورة كنا ربما نتعامل بها بالأمس القريب ماذا عن صديق الانترنت الصديق الافتراضي طبعا ولكن أنا أعتقد بأنه لا بد من أرضي حتى يمكن أن نجيب عن هذا السؤال نحن نتحدث في الروابط الاجتماعية الروابط الاجتماعية تقليدية كانت تبنى داخل مجال فيزيقي مباشر وفي تفاعل مباشر كما قال البروفيسور حدية بمعنى أن كان النظام القاربة داخل الأسرة النظام الزمالة داخل العمل النظام ما يسمى بالأطراب في الشارع في المستسات في الحي إلى آخره وبالتالي الآن الجديد الجديد هو أننا حينما نتحدث عن صداقة افتراضية بمعنى إمكانية الخروج من منطق المباشر الفيزيقي والتعامل المباشر إلى صداقة عن بعد يجب أن نستحضر ذلك أصبح لهذا البعد الافتراضي بعد افتراضي ولكن حينما نقول عن بعد بمعنى وكأن العالم أصبح بيدك لم تعود فقط تنحصر عواطفك ودكاؤك وتفاعلاتك وما يدخل ضمن ما تتخيله في إطار في متر واحد أصبح بإمكان أن تصدر كل ذلك عن بعد ولكن حينما نتحدث كذلك عن الصداقة الافتراضية يجب أن نستحضر بأن يجب أن نقوم بقراءة كذلك في تاريخ التكنولوجيا قبل الأنترنت حينما ظهر الميديا ظهر كذلك ركن التعارف بمعنى أن الميديا لم يكن فيه إمكانية التفاعل المباشر كينا ولكن ليس بالنفس الطريقة في الأنترنت الصحفة كذلك كان فيها ركن التعارف وبالتالي صحفة المكتوبة طبعا يمكن أن نقول بصفة إجمالية بأن المحرك الأول والباعد السيكولوجي الأول أنني أريد أن أعرف الشيء الموجود هناك لأن الشيء الموجود هنا لا يتيرني لأنني أراه وأعيشه بل حينما أقول أريد صديقا هناك أتخيله والتخيل يدخل في منطق المخيال لذلك هناك من الناس من يستعملون الأنترنت على أساس أنها مخيال وهذا غير صحيح الأنترنت أو الرقمنة هو وجود فعلي عن بعد ولا يدخل في إطار المخيال ما وضبته في مؤلفك حول طبعا حاولت أن أقرأ بفضل الأستاذ لأنه قام بتقديم جميل لهذا الكتاب مع الأستاذ عبد الحق محتاج تحية له إذا كان في الاستماع طبعا حاولنا أن ندرس عنوان الكتاب المجتمع والإفتراضي المجتمع والإفتراضي كيف أن هذا الإفتراضي غير الروابط وما فيهم صداقة الروابط بل أكثر من ذلك بمعنى أنه في حينما يسمى بالإعدادات الإعدادات هو ما للبراماتر الإعدادات للولوج إلى شبكات أو تطبيقات أو ما يسمى الآن بالخوارزميات صحيح يطلبون منك بعض المعلومات وفي طلبهم لك لتكلم المعلومات يحددون طبيعة العلاقة التي تريد بمعنى أنك تحدد قبل أن تلج يكون هناك إطاع يكون هناك إعدادات أولية التي تحدد طبيعة العلاقة التي تبحث عنها ترجمة نانسي قنقر